بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم أنوي إياكم يا ميس رح نحل أسئلة درس الأردن في أجناد بلاد الشام في الله يا سابع أحضر دفترك أكتب اليوم التاريخ والعنوان بخط واضح ومفهوم نبدأ بالإجابة على السؤال الأول عرف ما يلي الأجناد جند الأردن الكورة الأجناد هو اسم يطلق على الأقسام الإدارية والعسكرية التي يقيم فيها الجند ويأخذون عطاءهم أو رواتبهم وأرزاقهم منها إذن الأجناد هو مصطلح يطلق هذا المصطلح على الأقسام الإدارية والعسكرية اللي بيقيم فيها الجنود ويأخذون منها رواتبهم وأرزاقهم جند الأردن ضمت 13 كورة توزعت على ثلاث دول حالية هي الأردن وفلسطين ولبنان وكانت مدينة طبرية في فلسطين مركزا لجند الأردن إذن جند الأردن كان يضم 13 كورة توزعت على ثلاث دول حالية الأردن وفلسطين ولبنان وكانت مدينة طبرية يا سابع مركزا لجند الأردن الكورة تعني المدينة يعني أنا لما أحكي مصطلح الكورة هو مصطلح يطلق على المدينة يعني الأجناد أو التقسيمات الإدارية تضم الكورة الكورة المدينة السؤال الثاني أكمل الفراغ في الجمال الآتية ضمت منطقة جند الأردن 13 كورة إذن منطقة جند الأردن يا سابع كانت تتكون من 13 كورة با تتوزع مدن جند الأردن على ثلاثة دول في وقتنا الحاضر الأردن فلسطين ولبنان يحد جند الأردن من الشمال دمشق ومن الجنوب فلسطين السؤال الثالث بين أسباب ما يأتي تقسيم خليفة عمر بن الخطاب بلاد الشام إلى أجناد إذن بطلب منك السؤال إنك تذكر الأسباب التي دعت عمر بن الخطاب أن يقوم بتقسيم بلاد الشام إلى أجناد واحد لاتساع بلاد الشام اثنان خطر الدولة البيزنطية المجاورة لها ثلاث الحاجة لتنظيم القبائل العربية المرافقة لجيوش الفتح وتوطينها أربعة تسهيل إدارة المناطق وحمايتها كلها أسباب دعت الخليفة عمر بن الخطاب لتقسيم بلاد الشام إلى أجناد با اختيار مراكز الأجناد في المناطق الداخلية للساحلية إذن بطلب منك السؤال إنك تحكي سبب أنه تم اختيار مراكز الأجناد بعيدا عن السواحل لحمايتها من خطر هجمات الأسطول البيزنطي الذي تعرضت له سواحل بلاد الشام أناذاك هيك إحنا منكون كمنا والسلام عليكم ورحمة الله